أهلا معكم أخوتي سلام ربي صاحب وقلوكم وبركة قديسنا الحبيب مارشاربل معكم جميعا عم بسمع من فترة أحد الأشخاص عم بيحكي عن جده اللي كان صديقه لمارشاربل واللي كان ضامن أحد القروم اللي مشرف عليها مارشاربل كان مسؤول عن أحد القروم يهتم يسئل الكرم يقطه في العنب ويسلمه للدائر الداير طبعا بيسلمه لهذا الإنسان اللي بينزل ببيعه بالسوق فكان عطول مارشاربل يهتم بالكرم وهذا الإنسان يطل على مارشاربل يسلم عليه يقعد يحكي معه كان صديقه يقول بأحد الأيام مارشاربل عبيشتغل بالأرض وبيمرق هيدا الإنسان بشوف اسمه من العنب بأكول منه يقول له يخي شاربل انتبه الظاهر عبي يجي حدا بالليل وهوية تعالب عبي يخربوا بالكرم بتاعف برية يعني فقال له مارشاربل خلص ما تعتلهم أنا بشوف الموضوع بهيدي الليلة اليوم القديس مارشاربل عبي يعمل برمة على الكرمه بالليل بيشوف ووية ثمان جراوية مع أمهم ثمان جراوية ووية مع أمهم صغار بعضهم كتير صغار يعني مولودين تقريبا جديد وأمهم جايبتهم يبدوا عطشانين شعانين بقرب مارشاربل بيشوف هيدا الإنبلة من ووية عبتقربهم وعبتشي العنب وعبتصقهم وعبتطعمهم بيقول خطايا بيبتسم وبيرجع على مهله حتى ما ينقزها وتكمل طعم ولادة من الكرم وبيرجع على المحبسة هاون تاني يوم بيجي صديقه عبي يشوف الكرم تاي سلم عليه صبحية متل عادة بيقول له يا خي شربل شوف في محل تاني مأكل منه ومنزوع دي شربل بيقول للمجل اللي يا خي اي ضرر صير بهذا الكرم بيخصك همول معروف نزال عند رئيس الدير وخليه يعود عليك وقل له خي شربل بيسلم عليك الأخ شربل وبيقلك تحت تعود علي شوف انت قديش قيمة الضرر قديش مأكل عنك وخلي رئيس الدير يعود قالوا لا خي شربل بشو القصة قال له شربل خطاي شفت ووية معه ولادة مألي قلب كانوا جوعانين قالوا خي شربل مجل الله اللي بتقول عليه انت واللي عملته انت مش رح غيره قال لي قويك وبيبرم ظهر وبيمشي ومر شربل بيكمل شغل هيدا هو القديش شربل هيدا قلبه الطيب هيدا هو القديس اللي لحد هلأ عبساعد كل الناس وكل اللي بيقصدوه مار شربل بركته معنا جميعا ويدقول شغل كتير مهم يا أخوتين هلأ هيك ألهمني علي يا الله والقديش شربل فكتير رح يسمعوا هالفيديو ورح يقولوا نحنا منصلي لقديش شربل ومنطلع لعند القديش شربل بعد ما صار معنا اي شي وما اخدنا الطلب شغلتين أول شي شوفوا كتير منيح شعب تطلبوا وشوهو المقصد طبعكن فحصوه وشوفوه وتاني الشي اللي بيحاجة للإنسان المريض اللي مشي فيه بقلك نطور توقيت الله توقيت الله غير توقيت البشر والقديش شربل بيشتغل غير ما بيشتغل والحكمة والبشر انطور توقيت الله وشوف ما شئته بحياتك والرب دايما موجود حدكن اخوتين ومر شربل وكل القديسين شفعتهم بقلبنا دايما ومعنا وحامينا سلام الرب يسوع معكن شفعت ابن مريم العذرة ومر شربل أمين شكرا